البعض شرع شرع موضة جدا غريبا قوي لبس الجيبسي تلاقي فيه دنتال وتلاقي فيه جبير وتلاقي فيه ستان وتلاقي فيه قطن وتلاقي فيه الباتشورك من أكتر الحاجات المعروفة في الجيبسي وبيستعملوا اكسسوارات كتير ودايما فيه حاجة على الراس بس أنا بحب اللمة دي بس أنا بعملها كتير بس أول ما رأطلع بيها هنا بس أطلع بالشابو بس عشان لا معنش أي مشكلة بتفكريني عارفة الأغنية بتاعت جينيفر لوفات اللي هي إنت فاني آه قولينا بقى حكلمين عن النهاردة أكلم على شوية حاجات صحة وغلط فيه حاجات بنعملها أو بنلبسها وبعدين نلاقي إن الطاقة مش مضموطة علينا سواء في الألوان سواء في القصات فحنشوف كده النهاردة شوية صح وغلط طب بس خلينا نقول أي حد عايزة تواصل مع نادة زنانيري ممكن تخشولها على صفاتها على الفيسبوك أو على الإنستجرام نادة غير طبعا أنها بتطلع معانا واحدة من سكان الشارع المهمين جدا في الحياة فكرتها أثرت في كتير قوي من السيدات والبنات وفيه شباب على فكرة بيحبوا يعودوا يتفرجوا عشان ياخدوا معلومات منها بذات الناس اللي عايزة تشتغل في الفاشن صناعة الموضة بيستفيدوا منها في اللي هي بتقوله فهي بتعمل كورسات لها علاقة بالستاينج والكلام ده ممكن كل المعلومات دي تعرفوها من خلال السوشيال ميديا الخاصة بيها نعملك دعاية هو أنا ملح أصلي فيه شباب دخلوا ولاد ورجالة قالوا أنهم عايزين يخشوا في مجال الفاشن والديزاين فبيعودوا يتفرجوا على الفكر عشان ياخدوا معلومات حشان بنتكلم على قصات حشان بنتكلمش على موضة يا شريف أنا دايما بكلمش على ايه الموضة السنازية عشان ببقى عايزة المعلومة تكمل سنين تانية ولا مرة تكلمنا عن الموضة لا ما بكلمش على الموضة بكلم عليها مثلا لو نقول ايه الألوان السنازي اللي طالعة ترانز هل بكيق علينا طب ايه لو اللون مش مناسب علي ازاي ألبسه مع لون تاني بس عامة ما بحبش قوي أتكلم عن الموضة علشان فكرة الستايل هو سيلي كشخصيتي شكل جسمي طبيعة حياتي دي اللي بتكمل معي ما بتبقاش بس مرتبطة بموسم والحطوط الموضة بتاعت السنة طب ننسي تجيب أول صورة يالأول صورة تفضلوا معنا سأنا حفظ الوراء الستات لحد ما خليوني يبطلوا يلبسوا الفونتالان الداي بتحس ان انا عندي تارجت في موضوع الفونتالان انا معك جدا فشايفين هنا الفرق هي نفس الموضة تقريبا كمان هي لابسة نفس الشميس بس مرة بالفونتالان الداي ومرة بالفونتالان الواسع طيب خلينا نبص كده هي ايه الفرق ما بين الاتنين هنا عندنا في الدايق منطقة الجناب والكيرب فتحها باين جدا لانه الرجل من تحت هي الدايق عايزكي تعملي تجربة في البيت علشان تقتنعي بفكر بنظرية انه الدايق مش بيرفع انه تلبسي فونتالان واسع فلير ستريت كله نازل على واسع خالص وحاولي انك تدايقي بدبوس وتخلي رجل ديقة ورجل واسعة وتشوفي فرق مش عايزكي تشوفي فرق الرجل عايزكي تشوفي فرق الجناب والهنش ازاي لما بندق بنعلي جدا التناقض ما بين الهنش ما بين الرجل من تحت فبيبان ان انا عندي جناب اقدر كل ما بخلي فيه تناسق في شكل رجلية كل ما ده بيخلي شكل جسمي احسن يعني الصورة دي هي نفس الشخصية؟ هي نفس الشخصية الصورة العليمين ممكن اعلق؟ اه طبعا الصورة العليمين دي واحدة عايزة تنزل للشارع تامن الشو الناس تتفرج عليها وهي ماشية وهي بتتحرك وده ما عندهش انا ما عنديش مشكلة انا هنا بقول انه ساعات بيلبسوا حاجات يا شريف انه عشان فيه نظرية ايه لما لبس دايق حيرفعني انا هي دي اللي بتدايقني مش انا فهمة انا بلبس ايه هي هنا لبس دايق مش عشان يرفعها اه بس انا بتكلم على هنا كتير جدا بنات بيقولولي لا اصحنا بنلبس سنتالون دايق عشان يرفعنا بس المنظر ده هي عايزة تعمل شو التانية بقى اللي هي نفس الجسم والبنطلون الاحمر ونفس اللون هي عندها ثقة في نفسها ايه ارد تهدي معليك هيه ادي حد بص حد ما بصش انا مش مهم انا مرتاحة مع نفسي هي بتقول كده الصورة بتقول كده انا مرتاحة مع نفسي لكن اللبسة محزة اوي هي مش برتاحة مع نفسها او هي عايزة تعمل شو مقت عايزة مش هي حرة بس انا بقول علشان البنات كتير اوي لا اصتنا حال بيزايق عشان لو لبست واسع هيتخني اكتر طب قدينا شايفين البنطلون الواسع هو بالعكس وعمل تناسك فمرفحها الدايق متخنها متخنها اكتر اوكي يلا طيب نفس فكرة البنطلون هنتكلم على الطاب نخلي بالنا اوي لو هنلبس طاب دايق ومقفول خلي بالي انه بيكبر منطقة الصدر انا حلبسه امتى دايق انا مش معترضة على الدايق بس معترض عليه انه ألبسه لوحده بس لو انا حلبس باست من فوق او حلبس جاكات فمش عايزة انه ابقى لابسه حاجة تكالكع هنا مفيش مشكلة بس لو انا حبقى لابسه لوحده لازم اعرف ان انا بفصل منطقة الكتاب ومنطقة الصدر وبديهم حجم اكتر بالعكس لما لابست على الشمال الطاب واسع شوية ما بقاش عندي تفاصيل بالعكس انا شفتها انه هي ارفع من لما تلبس دايق ممكن اعطيك شوفي هنا الصورة جايز اللابسة الازرق مفتوح لكن مش مش ملفت مش ملفت زي اللابسة دايق التانية لابسة دايق وهاي ناك لكن عند منطقة الصدر هو ملفت هو ملفت برضو بتعمل شوف ومعرض لها كتافها معرض لها كتافها التانية رغم ان هو مفتوح على الرئبة شوية لكن هم مش ملفت مفتوح شوية كليفلد مش كبير قوي مش قوي بس هي مفتوحة شوية معتدلة بس عامل تناسك في شكل جسمها اكتر من اللابسة داية يعني ممكن واحدة تيجي تقولك ايه د انا لابسة بكم بس انت لابسة ليكرا الناس اللي بتلبس البادي الليكرا الناس اللي بتلبس حاجة داية جدا ان انا اروح اشتري اصغر من مقاسي واقول انا حلبسه عشان يبقى داية فيبقى لممني احنا لازم نتفق ان الهدوم ما بتعملش شغل الكورسي الكورسي ليه وظيفة والهدوم ليها وظيفة تانية مش كل نفس همان الكورسي كورسي اللي هو بنلبسه تحت الهدوم بتبقى خامة جمدة شوية وبتبقى الاستيك قوي عشان بترفع المنطقة اللي احنا بنلبسه عليها عادة كان معروف انه الكورسي او الناس كتير بتستعمله اللي هو بيبقى شرط عشان يلم منطقة البطن والجناب وانا ما بنصحش بلبس الكورسي هاتفير لو احنا رايحين مثلا فرح اما عفوشات وريكو تحول ليه بالضبط ليه اولا علشان الخامة دي خامة كلها 100% خامة صناعية فمش كويس ان انا اعود جسمي والجلد بتاعي ان انا بلبس عليه خامة صناعية ومش حلو ان انا طول الوقت ابقى حسن انا متضايقة انا عايزة نبعد عن فكرة ان انا عشان ابقى لابسة حلو لازم ابقى متضايقة في الهدوم ليه انا قلبس حلو ولازم ابقى مستريح هنا هتكلم على الرجلين لما يكون انا عندي رجل مليانة ملبس اولا ملبس حاجة الجوب او الفستان بتاعي يكون دايق ويقف قبل منطقة الرغبة او عند الرغبة بالعكس لازم البس شوية واسع الجوب او الفستان بتاعي يبقى شوية واسع ويقف عند نص السمانة بتاعتي ليه علشان انا لما اغطي نص الحتة اللي مليانة عندي الحتة اللي هتفضل موجودة هي الحتة الارفعة فانا بيتعمل انا كعين بتشوف السيدة اللابسة الفستان بيتعمل لعيني كاموفلاج يا شريف بشوف الحتة الرفيعة فما بعرفش ان في حتة مليانة ما بقولش اللازم نغطي كل رجلينا بس نعرف نوقف طول الفستان لحد فين انا هتكلم على الالوان ساحات كتير قوي انا لفسة روز فالروز لون حلو لا تعالوا نشوف الروز هنا الدرجة بتاعته مبهتة الوش بالعكس يا لما لبست مشجر ولبست حاجة فيها ارضية سودة او عندها كمان لون الشيركواز عمل ريفلاكت عليها على وشها وخلى لون بشتها احلى بكتير طيب هنا هي نفس الشخصية لما غيرت الروز ولبست الدرجة الاغمأ شوية اللي هو اللون الفوشية فاللون نطق على وشها يبقى هنا اللي انا عايزة اطلع بي طبعا شايفين الباج الناحية التانية مخليها كلها لونها مصفر خلتها كلها باج فما بقاش عن فوشية اي لون او اي حياة هنا حقول ايه ان احنا شفناها في الروز وشفناها في الفوشية ايه المعلومة اللي عايزة اطلع بيها ما اقولش ما فيش لون ما بيلقش علي لا اقول فيه درجة ما بتناسبش بشتي وفيه درجة تانية بتناسب بشتي اكتر فلما شفنا الروز ما كانش حلو عليها بس لما غمأت ولبست الفوشية كان احضر هنا درجة الازرق نتكلم على الازرقات احنا شايفين الازرق الغامق شوية اللي على اليمين رغم ان هو فيه تشجيرة بالوف وايت بس الروي البلو او الازرق الزهري اللي احنا شايفينه على الشمال قد ايه ادى حياة لبشتها يبقى دايما لما نبص للون نقول الدرجة دي تناسبني ولا ما تناسبنيش ممنعش نفسي ان يقلبس اللون كل الالوان بتليقى علينا بس نشوف اني درج اوكي اعتقد انت لمتي كميت حاجات وصحة وغلط كتير قوي الناس كده فهمت خلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع النادى زادانيلي خليكم عالي راسب حتى النهاردة مع النادى زادانيلي عمليني كلام عن الصح والغلط وايه يمشي وايه هي حرة هي ممكن تبقى شايفة شخصيتها كده ده اللي عايزين نقوله طيب حتى الباج يا شريف حلو قوي اللي انت قلته فيه شخصية اسمها مني ماليس طبعا انا وانت بوعاة خالص عنها احنا بنحب الالوان بس فيه شخصية بتحب تبقى كده بتحب تلبس الابيض الباج الجري الالوان الترابية هي شخصيتها كده وده مش غلط بس حتى في الباج لما انت بتقول الباج حتى الباج ليه درجات فيه باج مبيض وفيه باج مصفر اللي هو لون الرملة وفيه باج روزي شوية وفيه باج أورانجي شوية فحتى اللي بتلبس باج انا هقول لها اختاري درجة الباج اللي حلوة عليك يعني مش غلط ان انت تلبس باج بس طب ما ااخد الدرجة المضبوطة على بشتي برضو بس فيه شكل كده سعاد بيبقى لطيف اللي هو قتلاقي ايه وممكن تطلعها فترة موضة الوقت تلاقي الكروشي البيج مع الخامة دي اسمع ايه؟ كدتان الكدتان البيج مع اكساسيريز خشب صح وتلاقيهم حتى روج اوكسيدي او بيج مع المنظر ده بس انت قلت ايه؟ ايه؟ الباج وعندنا خامة تانية وعندنا اكساسيريز اوكي؟ يبقى انا هنا هل هاخد لون بشتي هاخده من الاكساسيريز اللي انا لبسيه؟ ولا هل هاخده من القطع اللي انا لبسيها؟ كمان لما نلبس باج لازم نحط اكساسيريز لازم نستخدم اكساسيريز مش مهم يبقى عندها شخصية مش مهم تبقى انا هنا ما بقولش ازود لون بس ازود لمعة ممكن اكون بلبس كوليهات على دهبي درجة الدهبي هتدي شوية لمعة لوشي والاكسيديه بيبقى حلو والاكسيديه كمان بيبقى حلو فعشان كده بقول حتى الناس اللي بتحب تلبس باج مفيش مشكلة بس ممكن تاخد باج حلوة على بشة اوكي نكمل الصور يلا الصورة العليات دو اللي سمحتوا طيب هنا هتكلم على التناصق في جسمي عشان ده حاجة مهمة قوي ماذا اشتري كطعة ابقى عارفة كويس انا حلبسها ازاي انا اشتريت هنا الجاكت ده الجاكت ده في ايبولات معناها انه هو معرض شوية ونازل ستريت لاين يعني هو واسع شوية علي نشاهد ايبولات للناس ايبولات اللي هي بتبقى الكطعة السافنج اللي بتتحط عند الكتف لرفع الاكتاف اوكي فبتدي ازاي البدل الرجالي كده دايما بيبقى فيهم ايبولات فانا هنا رفعت منطقة الكتاف بتاعتي طيب لازم اشوف هكمل بقية التناصق بتاع جسمي ازاي احنا شايفين هنا في الصورة العليمين لما لبس التونتالون دايق ودي دايما النظرية انه انا لبست واسع من فوق يبقى انا حلب ازاي من تحت طب ايه اللي انا عملته ان انا خليت مقاسي من فوق مختلف تماما عن مقاسي من تحت فديت شكل لجسمي مش هو الشكل الحقيقي فعندي عدم تناصق بقى شكلي زي الهرم المقلوب ان انا من فوق تخينة ومن تحت رفيع جدا عملت ايه كمان بينت الزيادة بقيت اطخن كتير من فوق وارفع كتير من تحت فجسمي تحس ان انا شخصية من فوق وشخصية تانية من تحت انا ما عنديش تناصق بالعكس لما لبس واسع من فوق ما لبس دايق اوي ولا لبس واسع زيادة عشان ما يبقاش كل واسع مع بعضه بس ان يكون عندي شوية واسع في البنتالون زي اللي احنا شايفينه اللي على الشمال واسع شوية مش واسع زيادة بس هو فيه شوية واسع فيعمل تناصق في شكل الجسم دايما نوحنا مذكره على البنتالونات بحس ان انتي دايما بفضلي البنتالون اللي هو مش ماسك خالص البنتالون اللي ماسك على الجسم ده بروح بالجيم للجيم للرياضة نقطة وانا معك جدا نقطة بس خلال معك جدا البنتالون الديا بروح بالجيم امتا بالبس امتا ممكن البس البنتالون الديا يكون في هدومي لو انا حلبسه في الشتاء وحلبس بوت فانا هنا هيبقى محتاجة ان انا لو انا شخصية بتلبس البوت العالية فمحتاجة ان انا يبقى عندي بنتالون دايا علشان حلبس البوت ويبقى حلوة حتى بينا من البوت عشان ما يبقاش انه البنتالون واسع واضطريت ان انا اتنيه جوه البوت بس غير كده ما بفضلوش دقيبة هنا هتكلم على الكشكشة لما اشوف بلوزة لازم هنا مثلا هي ساعتين بس فيها كشكشة كتير وشايفين ان هما فيهم كمان كروازي كل ما يبقى عندي يعني دي قعدة كل ما يبقى عندي كشكشة زيادة كل منا هتخن زيادة حتى لو القماشة ساعتين وحتى لو القماشة والساعتين خامة خفيفة جدا بس كل ما يبقى عندي كشكشة كل ما هتملة جسمي شوي فيفضل ان انا لو بحب البلوزات الساعتين وبحب ألبس كروازي وعلى فكرة الكروازي من الحاجات الحلوة اللي بتليق على كل الأجسام والكروازي اللي هي البلوزة نحس انها دخلة في بعض عكس عكاس ايوه عكس عكاس خلف خلاف دي موديلها حلوة قوي انساوي جدا قدر لبسها لوحدها قدر لبسها تحت بدلة كمان بيبقى شكلها حلو هنا شايفين الكروازي بكشكشة بقى أقل عندي الحتة اللي عند منطقة الصدر ومنطقة البطن خفيفة جدا ما فيهاش كشكشة في البلوزة الحمراء اللي على الشمال لو انا كتافي كنزة شوية تسمح لي ان يبقى عندي شوية كشكشة من عند الكتاف بس أبعد عن انه يبقى فيه كتير قماش من عند منطقة البطن او الصدر عشان ما تخلش طيب نتكلم عن الشونط الشونط كمان من الحاجات اللي لازم أراعي جذفي فيها يعني لما تطلع الشونط الموضة اللي هي الحجم الكبير تعال نشوف لو انا شخصية قليلة جسمي قليل ورفيعة ومسكة شنطة كبيرة قوي هحيث ان الشنطة بيتأكبر مني فما فيش تناصق ما بين جسمي ما بين الشنطة اللي أنا مسكها فالشونط الكبيرة دي ممكن أكون هستعملها بس للبحر لو أنا عندي حاجات كتير بس أحاول برضو ما تكونش كبيرة بس ما تبقاش الشنطة اللي أنا بخرج بيها لو أنا مش شخصية رفاية لو أنا جسمي جسم مليان حبقى أنا مليانة وكمان مسكة شنطة كبيرة فده بيديني كمان أكسترا فاليو الشونط الحجم المتوسط هي أحسن شونط يا إما متوسط يميل للصغير يا إما متوسط يميل النشوية الكبير بس دايما أتعامل في الحجم الشنطة المتوسطة ما روحش لكبيرة قوي أو أنا بقى شخصية طويلة وعريضة وحتى الشنطة الكراس اللي هم المودة مش عايزة أقول اسمهم بس اللي هي قد كده اللي هي 10 سنطة في 10 سنطة فأنا حد مليان قوي وبين الشنطة قد كده على فكرة بينت إن أنا سخينة زيادة لأنه هي صغرة قوي جنبي نكلم على السكارف والإشارفات إزاي باختار لفة السكارف بتاعي حاجة واحدة هي اللي بتحددها هو طول الرقبة بتاعتي لو أنا رقبتي وسيارة يبقى يستحسن دايما زي ما احنا شايفين اللي تحت اللي تحت اللي على الشمال مبينة شوية الرقبة مريحة شوية السكارف فعندي رقبة بينة أو لو حربطها على رقبتي أربطها تبقى رفاعة بحيث إن هي تبين الرقبة من فوق وشوية من تحت لو أنا حد رقبته طويلة ده يسمح لي إن ممكن السكارف يبقى ربطته أكبر شوية أو تبقى فيها قماش أكتر أو أبقى مغطية أكتر ليه؟ عشان لما ببقى رقبتي صغيرة وبحط سكارف كبير أو بغطي كل الرقبة راعي إنه شكل راسي حجم الراس بيبقى ما بيبقاش عامل تناسق ما بيني وما بين الكتاف يبقى هنا في الآخر أنا تعاملت مع الرقبة لازم أتعامل معها صح عشان في الآخر شكل راسي مع شكل كتافي يبقى عندي تناسق صحيح أعتقد يعني قلنا كل حاجة كل حاجة قلنا عندي كثير أنا كل مرة حبقى أقول كثير للستات الحلوة الأسبوع الجيحة جنب الشافوه أيو أنا عايزة ألبس شافوه بس أنت قلت لي اللايتين لا لا ألبسي إحنا هنتصرف عمد عملك هنا هنا عندنا بيزبطوا أي حاجة حلاث تمام الأسبوع الجيحة أحنا قد كده أهلا بكي شرفتي نادة زنانيري شكرا لكي أتمنى تكونت بساطة عبدالله النهاردة في 14 عشرين نكون معكم بكرة في نفس ما عدنا شكرا لكم باي باي شكرا لكم شكرا لكم